اهلا بكم الى هذه النشرة والبداية مع العنوين الازمة الداخلية الاسرائيلية تتسع كفاءة الجيش في عين العاصفة واعضاء في الكابنت قلقون على مستقبلهم السياسي بخيرة التنقيب عن نفتصل الى منصة الحفر في المياه الاخليمية اللبنانية وتستعد لمباشرة اعمالها بعد اكتمال الاجراءات اللوجستية تشييع حاشد لشاهدي الهجوم الارهابي على مرقد احمد بن موسى الكاظم في شيراز وزارة دفاع النيجر تعلن مقتل سبعة عشر جنديا في هجوم قرب الحضوض مع مالي والمجلس العسكري يبدأ استعداده لحل الازمة عبر الحوار الدفاعات الروسية تسقط مسيارات اوكرانية فوق اقليم كالوى وبريطانيا تتحدث عن سعي موسكو لتطوير مسيرات هجومية شبيهة بمسيرات شاهد الايرانية نبدأ نشرتنا من الازمة الاسرائيلية الاخذة في التفاقم اذ كشفت وسائل اعلام اسرائيلية ان الوزراء يخشون ويعملون وفق فرضية قيام لجنة تحقيق لفحص العوامل التي ادت الى الضرر في كفاءة الجيش صحيفة هارتس نقلت عن اعضاء في الكابينت انهم لا ينامون ليلا لانه عندما يحذر الجيش مرارا وتكرارا من عدم الجاهزية فان هذا سيكلفهم مسيرتهم السياسية واضافت الصحيفة انه حتى الساعة يرفض رئيس الحكومة بن يمين تنياهو اطلع اعضاء الكابينت على صورة الوضع فيما خص كفاءة الجيش الاسرائيلي وجاهزيته لحرب ولم يجري اي نقاش في الموضوع في الكابينت في موازات ذلك اعلن قائد السلاح البحرية الاسرائيلي السابق العزر ميروم ان الجيش الاسرائيلي يعاني حالا من الفوضى معتبرا ان حل الوضع القائم لا يكون الا بصدمة عميقة نحن وصلنا الى نقطة مفصلية وفي فوضى تامة وفي وضع لا يمكن فيه تصحيح الامور نحتاج الى صدمة عميقة ربما تنظم الامور انضم الينا من بيت لحمدير مكتب الميادين في فلسطين محتلة نصر لحام نصر اهلا بك معنا في هذه النشرة هذه الخشية لدى الوزراء التي تحدثت عنها وسائل الاعلام الاسرائيلية ماذا تعكس والى اي مدى ما نقلته هارتس عن اعضاء في الكابينت بانهم لا ينمون ليلا هو واقعي تحياتي احمد في الحقيقة انه لازمة تحولت الاتهامات متبادلة بتركيز على رئيس الاركان بعد ان صرخ في وجه نتنياو لانه قال انه الجيش تضرر وامكانياته اضعف الان كان هناك موقف سياسي من جانب رئيس حكومة الاحتلال نتنياو ورفض ان يتم الادلاب مثل هذه التصريحات وطلب اسكاتهم هذا اثار الصحافة الاسرائيلية اليوم يائر ابن نتنياو يهاجم رئيس الاركان هارتس اعليفو يقول انه الاكثر فشلا في تاريخ اسرائيل وهذه تصريحات خطيرة من عائلة نتنياو ضد رئيس الاركان لانه هذا يتعارض مع المصالح السياسية رئيس الاركان قبل قليل مع الضباط في تخريج دورة قال تصريح ايضا اكثر خطورة قال من دون تكنولوجيا فعلينا ان نبدأ بعد الجثث في اي مواجهة او حرب قادمة وهذا كلام خطير بالنسبة للعائلات المستوطنين التي ترسل اولادها للتجنيد الاجباري نتنياو يمضي عطلة الصيف في مشاف رموت في الجولان وهي ايضا استفزاز سياسي ان يمضي العطلة في ارض محتلة الارض السورية والازمة فعلا تتعمق وتتحول الى اتهامات ليس فقط قلت وزير الجيش هيرتسي اليفي الذي يعتبر من جانب الاسرائيليين هو المؤتمن ويجب ان يقول لهم ما يحدث وما لا يحدث وهذا لا يصب في مصلحة نتنياو طيب الناصر الكل يتحدث عن ازمة تتفاقم يوما بعد يوم داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية اخيرهم قائد سلاح البحرية الاسرائيلي السابق حيث قال ان الجيش الاسرائيلي يعاني حالا من الفوضى في ظل غياب اي حل واضح لحل هذه المشكلة في المؤسسة العسكرية ماذا يقصد عندما يقول ان الحل ليكون الا بصدمة عميقة مقصود صدمة عميقة ان الجمهور الاسرائيلي سوف يتفاجع في النتائج سواء في الجبهة الداخلية والموقف باتجاه معركة قادمة سواء مع الفلسطينيين او اللبنانيين او ما يحدث في داخل اسرائيل نفسه حيث يترك الجنرالات وبالمناسبة سواء من روم قادة البحرية الاسرائيلية او غيره من القادة رؤساء الشباك ورؤساء الموساد تصريحاتهم تنخذ على محمل جدية من جانب الاسرائيليين وهم ليسوا عابيري سبيل بالنسبة للمؤسسة العسكرية بل من مؤسسي المؤسسة العسكرية والألوية داخل الجيش وبالتالي نتانياهو مصلحة ان يقول لا شيء يحدث كل شيء تمام وهو يفعل ذلك وقادة الجيش كلنا العكس تماما هو ما يحدث شكرا لك نصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين في فلسطين المحتلة اصيب نحو 85 فلسطينيا بالاختناق خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة الشرقية في نابلوس حيث اجتاحت قوات كبيرة المنطقة لحماية المستوطنين الذين اقتحموا قبر النبي يوسف القوات الاسرائيلية اعتادت كذلك على الفرق الطبية ومنعتها من الوصول إلى مصاب قرب حاجز حوارة جنوب نابلوس وفي بلاطة اعمدت قوات الاحتلال إلى تفجير مقر حركة فتح في المخيم وفي غزة اربكة انجاز جديد للمقاومة الفلسطينية تل ابيب فقد نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصدر عسكري كبير ان الطائرة المسيرة التي اعلنت كتائب القسام اسقاطها في القطاع تابعة للشباك الاسرائيلي موقع ولا نقل عن المصدر قوله الليس واضحا ما اذا ما كان سقوط الطائرة المسيرة يشمل تسرب معلومات سرية وحاسمة حول الغرض منها او حول محتواها وهيكلها التكنولوجي فيما نقلت وسائل اعلام اسرائيلية اخرى عن مسئول عسكري في الجيش الاسرائيلي قوله ان المسيرة التي اسقطت كانت في مهمة سرية اجراء الانتخابات المحلية في غزة عنوان اجتماع تشاوري عقدته الفصائل الفلسطينية بدعوة من حركة حماس وجرى خلاله تأكيد اهمية اجرائها تقرير احمد غانم لقاء تشاوري عقدته حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني خلص الى دعوة الحركة لاجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة الفصائل اكدت ايضا اهمية اجرائها لاعتبارها حقا ديمقراطيا وطالبت السلطة بتسهيل هذا الاستحقاق تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية مشددة على ضرورة تذيل العقبات امام اجراء الانتخابات ان الفصائل الفلسطينية تطالب الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل اجراء الانتخابات المحلية تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية فانها ستقوم بكل الاجراءات المطلوبة منها لتزديل العقبات لاجراء هذه الانتخابات حماس اكدت ان هذه الانتخابات ليست بديلا عن الانتخابات العامة فيما يرى متابعون ان انجاز هذا الاستحقاق قد يمثل مدخلا مهما للتوافق الوطني على ملفات هامة ترسخ وحدة الشعب الفلسطيني من الواضح ان حركة حماس جادة في دعوتها لانتخابات الهيئات المحلية وبالتالي اعتقد انها ربما تكون تجربة رائدة تمحد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومن هنا اعتقد ان الفصائل ايدت وباركة هذه الخطوة لحركة حماس مطلوب ابداء موقف من السلطة ولجنة الانتخابات المركزية ولم يشهد قطاع غزة بعد عام 2005 اجراء اي انتخابات للهيئات المحلية بفعل الانقسام ما القى بظلاله على تردي خدمات البلديات تأكيد الفصائل اهمية اجراء الانتخابات المحلية ياتي فيما تتعالى الاصوات الشعبية المنادية بتغيير جدي في الهيئات المحلية يفضي الى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ولا سيما في ظل ظروف الحصار احمد غانم غزة الميادين الى لبنان حيث اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمي وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز الى البياه الاقليمية اللبنانية وعبر حسابه على منصة اكس قال حمي ان باخرة التنقيب في البلوك رقم 9 وصلت الى نقطة الحفر المحددة لها ويأتي وصول الباخرة بعد نحو عشرة اشهر من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود لتصبح بعدها عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز ممكنة حول هذا الموضوع انضم الينا من اليرزي في جبل لبنان وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال دكتور علي حمي معالي الوزير اهلا بك معنا في هذه النشرة نبدأ من اهمية وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز الى البلوك رقم 9 ماذا يعني وصولها الى نقطة الحفر المحددة لها اول شي سعد مساك ومسأل المشاهدين الكرام بالتالي عملية وصولها يعني كل ما هو كان مكتوبا على الورق بدأت بوادر تنفيذه على الارض واهمها وصول لانه وصول الحفارة هو نتيجة كل العمل التي قامت به الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة وهي تدارة الطاقة البترول مع الشركات المعنية وعلى رأسها شركة توتال طيب معالي الوزير متى من المتوقع ان تبدأ عمليات الحفر وبحسب الدراسات والخطط الموضوعة من قبلكم متى من المفترض ان تظهر نتائج هذه العمليات اول شي هو الموضوع شركة توتال طلبت من وزارة الاشغال العامة والناقل ثلاثة امور اساسية تعد من النوع من الخدمات اللوجستية لمنصة التقيب على النفط والغاز الامر الاول هو قمنا بانشاء قاعدة لوجستية لحتى تقدر شركة توتال ان تضع كل المعدات والمستلزمات من معدات والى اخره لنقلها عبر البواخر الى منصة التقيب على النفط والغاز الامر التاني سهلنا كل الامور وفق القوانين المريات الاجراء لعملية الحصول على الترخيص لتلك البواخر اللي بدأت تخدم على منصة التنقيب واليوم من مطار رفيق الحرير الدولي بيروت شهدنا وصول طيارات هليكوبتر اثنين اللي هن بدون يقوموا بنقل الفنيين والمعنيين وإلى آخره من مطار رفيق الحرير الدولي بيروت الى منصة التنقيب البلوك رقم 9 وبالتالي تم تأمين كل المستلزمات من البر والبحر والجو لشركة توتال لحتى تقدر تقوم بدورها الطبيعي وهي بداية الحفر للنفط والغاز حسب ما اخبرني مدير شركة توتال انه بين اسبوع 10 ايام طبعا بكرا هيكون فيه عساعة 10 ونص صباحا اول رحلة تجربية لطائرة الهليكوبتر باتجاه البلوك رقم 9 وخلال 10 ايام على حد اقصى حيكون فيه تحضيرات على المنصة لاطلاق قبل نهاية شهر قاب لاطلاق عملية الحفر وحسب ما اخبرني مدير توتال انه بحاجة تقريبا لـ 72 يوم حتى تنعرف النتيجة وبالتالي نحن سوف نشهد قبل نهاية العام 23 امام العالمي اجمع ان كان لبنان هل تحول لبنان الى بلد نفطيا ام لا ان شاء الله قبل نهاية العام 23 حيبين معنا انا بدي ضيف موضوع جدا اساسي ومهم بالنسبة لنا بلبنان نحن اطلقنا تسمية خط قانا 96 على خط النقل الجوي من مطار رفيق الحرير الدولي بيروت الى محطة التنقيب الى منصة التنقيب على النفط والغاز هذا تخليدا لشهداء مجزرة قانا الذين سقطوا اثر العدوان والحرب الصهيونية على الحرب الاسرائيلية على لبنان وراح فيها فوق الميت شهيد بالنسبة لان العام 96 كان عام مفصلة هي صار في عام الردع وتغيرت قواعد الاشتباك ومن يوم من العام 96 من نيسان ال96 اصبحنا نشهد انتصارات حتى يومنا هذا وان شاء الله سوف تستمر تخليدا لذلك التاريخ اسميناه قناة خط 96 لانه ان شاء الله كمان حيكون مثل بداية تأسيسية لمستقبل لبنان مستقبل لبنان على المستوى الاجتماعي على المستوى اللبنانيين جميعا وتكون بادرة خير وزيادة إرادات للخزينة العامة والدولة اللبنانية ونقدر نرسم خطوات لبناء مستقبل جديد للشعب اللبناني من الناحية الاقتصادية طيب معالي الوزير فقط لكي نوضح ببعض الأفكار منذ قليل عندما كنت تتحدث حضرتك يعني أفهم من كلامك أنه من الناحية أو من الجانب اللبناني يعني قام بكل ما يلزم والتحضيرات اللوجستية اكتملت اكتملت وتقول حضرتك أنه بحسب طبعا مدير شركة توتال أنه عمليات الحفر يمكن أن تبدأ بعد عشرة أيام والنتائج يفترض أن تظهر بعد نحو شهرين أو 72 يوما كما تفضلت حضرتك منذ قليل وبالنسبة للنتائج وبحسب الخبراء وتقديراتكم ما المتوقع على صعيد النتيجة؟ ألا إليك مش معقولي كمان أنه حقل قريب من حقل قانا يطلع فيه غازه والحقل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ما يطلع فيه غاز وبالتالي إن شاء الله أنه الغاز موجود يعني مأمالين خير إن شاء الله معالي الوزير لأنه هذا أكيد تفاعلوا بالخير تجدوه على طول طيب يعني مع وصول هذه الباخرة وكل هذه المعلومات التي تقولها حضرتك معالي الوزير يمكن القول أنه اتفاق ترسيم الحدود البحرية تم وضعه على السكة الصحيحة طالما أنه اكتملت كل التحضيرات والباخرة وصلت وهل تتوقعون أن تكون هناك عراقيل في المرحلة المقبلة؟ ما طبيعة العراقيل التي يمكن أن تعترض تطبيق البنود الأخرى؟ الوضع في لبنان على طول على طول بلبنان على طول بلبنان خليها لوقتها ويبنى على الشيء مقتضا بتالي خليكون متفاقلين وإن شاء الله ما بيصير في عراقيل يعني شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا وعلى كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا أهلا وسهلا الدكتور علي حمي وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية كنت معنا من اليرزي في جبل لبنان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يقول أن أداء وحدة الجيش اللبناني في اشتباكات الطيون أفضل من أداء الوحدة التي واكبت أحداث الكحال الأخيرة ويدعو إلى دعم وحدات دون غيرها هل نحن أمام قرار أمريكي بالسعي للتقسيم داخل مؤسسات الجيش؟ تقرير بيان خنافر أداء الوحدة العسكرية في الجيش اللبناني التي استجابت لاشتباكات الطيونة أفضل من أداء وحدة الجيش في الكحال هي خلاصة تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى صنف القوة العسكرية اللبنانية كوحدات مختلفة لا كجيش واحد يمتلك قيادة واحدة المعهد الأمريكي التابع لأبك حظ واشنطن في تحليل تناول أحداث الكحال على تصنيف وحدات الجيش اللبناني التي تستحق المساعدة العسكرية دون غيرها متهما بعض الوحدات بأنها تقف إلى جانب حزب الله التقرير اعترف بأن حدثة الكحال تتيح لواشنطن فرصة أخرى لاستخدام مساعداتها للجيش اللبناني كوسيلة ضغط وبما يشبه اللعب على وتل التقسيم داخل الجيش اللبناني نفسه أصدر التحليل توصيات قال إن على الجيش تنفيذها لتفادي حدوث انفجار أمني وأضف محذرا من أنه في حال تمنع عن ذلك ستكون النتيجة قيام مزيد من الجماعات المسلحة ووقوع مزيد من الاشتباكات في الأحياء مشيرا إلى تشكيل جماعات مسلحة مستقلة في الأحياء المسيحية تحت مسمى جنود الرب وفي بيروت ذكرت مصادر صحفية أن الإدارة الأمريكية اشترطت على الجيش اللبناني قبل إسبوعين تزويدها بذات تشمل كل المستفدين العسكريين من أجل صرف الأموال التي خصصتها كمساعدات إلى ضباطه وجنوده وأن هذه الداتا حصل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يون دي بي كما حصلت عليها إحدى شركات تحويل الأموال اللبنانية إلى القاهرة حيث شددت لجنة الاتصال الوزرية العربية في ختام اجتماعها الأول على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا البيان الختمي للاجتماع أكد أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وأوضح أن المشاركين أعربوا عن تطلعهم إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري البيان شدد على ضرورة تعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها كذلك أكد ضرورة مواصلة الحوار وفق منهجية خطوة في مقابل خطوة بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويصهم في تعزيز الظروف الملائمة لعودة اللاجئين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في القاهرة للمرة الثانية في أقل من خمسة أشهر زيارة التقى خلالها ناظره المصري سامح شكري وعقد مباحثات ثنائية في إطار تعزيز العمل العربي المشترك من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية في الجوار السورية قضية الإرهاب أيضا وما تعاني منه سوريا من انتشار تنظيمات الإرهابية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى سيغة ملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة هي الظاهرة تهدد ليس فقط سوريا ولكن تهدد الإقليم وتهدد ما هو أوسع على مستوى علامي تواجد هذه العناصر بكسافة بعد ما حظيت به من تدريب وتسليح وتواجد مستمر على الأراضي السورية أمر يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة والأمن والاستقرار العالمي زيارة المقداد تضمنت مشاركته في اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا والتي تلتأم للمرة الأولى في القاهرة حيث يتمحور دور اللجنة على العمل على مواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل لأزمتها أزمة تشهد في الوقت الراهن حراكا عربيا يرى مراقبون أنه يعكس تسارع واتيرة تقارب الدول العربية بعلاقاتها المستجدة بمبدأ خطوة مقابل خطوة المقاربة التي تم التعامل بها هي مقاربة أنا أظن أنها صحيحة فكرة التحرك يعني بتأودة وخطوة مقابل خطوة ليحل الإشكالية كل الطرفين يحتاج بعض البعض يعني غياب سوريا عن النظام العربي بالتأكيد أضعفه وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن عودة سوريا إلى مقعدها بعد أكثر من 12 عاما من تجميد عضويتها كما جاءت بعد ذلك مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الماضية التي انعقدت في السعودية لتشكل بداية صفحة جديدة بين دمشق والعواصم العربية هي صفحة جديدة لعودة العلاقات العربية مع سوريا بعد سنوات طويلة من القطيع عودة يرى مراقبون أنها تعكس حجم الوعي لدى الدول العربية بالمخاطر المحيطة بهم من أزمات داخلية وتدخلات خارجية تحتاج إلى تقارب عربي لإيجاد حلول جدرية خالد أبو عرب القاهرة الميادين أعلنت روسيا أن مقاتلتين تابعتين للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربتا على نحو خطر من مقاتلتين روسيتين فوق أجواء منطقة التنفي الحدودية وأكد مركز المصالح الروسي في سوريا تسجيل عشرين انتهاكا لبروتوكولات تجنب التصادم من جانب مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف خلال الساعة الأربع والعشرين الأخيرة شيعت مدينة شيراز جنوب إيران شهداء الهجوم الإرهابي الأخير على مرقد أحمد بن موسى الكاظم وأقمت مرسم التشيع بحضورين حاشد من أهالي شيراز على وقع التنديد بالهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش وادى إلى استشهاد شخصين وجرح ثمانية آخرين أكد رئيس السلطة القضائية في إيران الشيخ غلام حسين محسن إيجائي سعي طهران لبناء علاقة صداقة مع كل البلدان الإسلامية والعربية وليس مع بلدان بعينها وفي حوار خاص بالميادين حذر إيجائي من مؤمرات ستحاكوا لاعتراض هذه العلاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد دوما وحدة المسلمين وعلى هذا الأساس نحن نسعى لإقامة علاقات بجميع البلدان الإسلامية من دون استثناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمد يدها لإقامة علاقات معها لتعزيز الوحدة في إطار مصالح الأمة الإسلامية وفي الوقت الحاضر فإن الجمهورية الإسلامية لا تقدم الدعم فقط لجبهة المقاومة في لبنان وفلسطين وفي العراق والبلدان المجاورة وأماكن أخرى بل تريد العزة لجميع المسلمين والنجاة من هيمنة المستعمرين لذلك نحن نرغب في إقامة علاقات صداقة مع البلدان الإسلامية كافة ومنها المملكة العربية السعودية الشيخ إيجائي أكد أن طهران ستبقى تلاحق جماعة مجاهدي خلق عبر القنوات الدولية وقال أن قادة التنظيم يجب أن يحاكم على كل جرائم التي ارتكبوها سوف نلاحقهم عبر القنوات الدولية كما لاحقناهم حتى اليوم وسوف نواصل ذلك لكننا يجب أن نتصدى لهذا التنظيم ويجب في نهاية الأمر مقاضات الأعضاء الأساسيين فيه داخل إيران على كل هذه الجرائم التي ارتكبوها وعن كل الذين استشهدوا وجرحوا وكل من أصيب بأضرار بسببهم سواء بأضرار مادية أو معنوية هناك أشخاص من الواضح أنهم لا ينكرون أنهم يتلقون الدعم من أمريكا بالمال والسلاح والمعلومات الاستخبارية ولكن على رأس كل هذه الأمور فأن يد أمريكا والصهايين واضحة في كثير من الجرائم وعمليات الإغتيال وعمليات التفجير قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده تقيم بشكل إيجابي التطورات الأخيرة في تحرير الموارد المالية الإيرانية وفي اتصال هاتفي بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال عبداللهيان أنه إذا كان لدى الأطراف الأخرى إرادة جدة فإن عودة الجميع إلى التزاماتهم ليست بعيدة المنال ورأى أن العقوبات الأوروبية إجراء غير ودي وأن استمرار هذا الوضع ليس في مصلحة أوروبا من جهاته رأى بوريل أن بعض سوء التفاهم بين إيران وأوروبا يمكن حله من خلال الحوار مؤكدا أنه سيبذل قصر جهده لمواصلة المحادثات وعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد نستأنف النشرة من النيجر حيث أعلنت وزارة الدفاع مقتل سبعة عشر جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي من جهة ثانية أعلن رئيس وزراء النجر محمد الأمين زين السعداد المجلس العسكري للانفتاح على أطراف كافة واصفا ما تشهده البلاد بالعملية الانتقالية وصلنا حاملين رسالة من رئيس تشياني الذي يعرب عن تضامنه وأخوته مع تشاد وطلب منه تجديد مشاعر حسن الجوار والأخوة الطيبة بين البلدين نحن في خضم عملية انتقالية وأكدنا استعدادنا للبقاء منفتحين وللتواصل مع جميع الأطراف لكننا أسررنا أيضا على الاستقلال الضروري لبلدنا نحن دولتنا ذات سيادة ويجب أن نتحاور مع جميع الشركاء الذين يفهمون هذا لسنا مغلقين وبطريقة حازمة جدا سنمضي قدما من جهة ثانية قال الرئيس النيجري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غربية أفريقيا إكواس بولا تينوبو إن المجموعة تحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدولي وسط أفريقيا في جهودها المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر في المقابل أكد المجلس العسكري في النيجر استعداده للحوار لتسوية الأزمة فيما دعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل سلمي للموقف يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع رؤساء أركان دول إكواس يومي الخميس والجمعة في غنى لبحث التدخل العسكري المحتمل في البلاد عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد إفراج قوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي عن قائد اللواء 444 محمود حمزة وأدت الاشتباكات التي اندلعت مساء الاثنين إثر اعتقال حمزة إلى مقتل 27 ليبيا وإصابة أكثر من 100 أخرين وفق معطيات مركز طب الطوارئ والدعم الحكومي إلى روسيا حيث أعلنت وزارة الدفاع تدمير ثلاث مسيارات أوكرانية فوق إقليم ماكالوغان روسي القوات الروسية أعلنت من جهة أخرى صد أربع هجمات على محور كراسني ليمان والقضاء على 70 جنديا أوكرانيا يأتي ذلك فيما دوت صفرات الإنذار في مقاطعات أوكرانية عديدة وفقا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي إلى ذلك قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعمل للبدء بالإنتاج المحلي لطائرات من دون طيار في الأشهر المقبلة الوزارة قالت في بيان لها أن التصنيع المحلي لهذه الطائرات بدلا من استيرادها من إيران يجعلها دولة موردة لها ويوفر اندادات أكثر من هذا النوع من الطائرات هذا ونقلت صحيفة الفاينانشل تايمز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع مسيرات لروسيا وذلك في إطار مباحثات ضمن تفاهم غير مكتوب أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر ووفق تقرير الصحيفة فإن واشنطن تضغط على طهران لمنع بيع روسيا قطع الغيار للمسيرات تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغان والرئيس الروسي بلاديمير بوتين بتطوير العلاقات بين البلدين وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية وفي رسالة بعث بها إلى بوتين أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن اقتناعه بأن الصداقة والتضامن بين البلدين سيتطوران إلى علاقة استراتيجية ممتدة فيما تعهد بوتين في رسالته إلى كيم بتوطيد العلاقات الثنائية الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تنت بيتل أن سعي موسكو لتعزيز التعاون الأمني وصفقات الأسلحة مع كوريا الشمالية هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن ما زلنا نشعر بقلق عميق لأن كوريا الشمالية تواصل تقديم الدعم العسكري لحرب روسيا العدوانية على أوكرانيا وتشير معلوماتنا إلى أن روسيا تسعى لزيادة هذا النوع من التعاون العسكري من جانب آخر تضطر روسيا إلى الاعتماد على دعم حلفائها أمثال إيران التي زودتها بطائرات من دون طيار وهكذا فإن أي نوع من التعاون الأمني وأي صفقة أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا من جانه أن ينتهك سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف أن على أوكرانيا التخلي عن عاصمتها كييف لتتمكن من دخول حلف النيتو مدفيديف أشار إلى أن المشكلة الوحيدة هي أن الأراضي الأوكرانية جميعها متنازع عليها بشدة جاء ذلك في معرض رده على تصريحات مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف النيتو الذي قال أن على أوكرانيا التخلي عن بعض الأراضي للحصول على عضوية النيتو نفت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينجا وجود قطع بحرية أمريكية تعمل في البحر الأسود في الوقت الحالي لكن سينجا لم تشأ في رد على سؤال للميادين تأكيد صحة الأنباء بشأن إجراء الولايات المتحدة محادثات مع تركيا وأوكرانيا للعثور على طرق مديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية لم أرى تلك التقارير المتعلقة بهذه المحادثات لذا لا يمكنني التعليق على أي تفاصيل حولها وبالنسبة للبحر الأسود فليس للولايات المتحدة قطع بحرية عاملة هناك وقد قمنا بحث روسيا على العودة إلى اتفاقية تصدير الحبوب وأن المخاطر التي تخوضها روسيا هي تجويع البلدان الأخرى التي تعتمد على الحبوب من أوكرانيا لذلك نحثها على الوفاء بالتزامها ضمان المرور الآمن للحبوب من أوكرانيا إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها أعلنت كوريا الشمالية أن الجندي الأمريكي الذي دخل أراضيها الشهر الماضي كان يريد الفرار من التمييز العنصري في الجيش وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكوريا الشمالية أن الجندي الأمريكي أقر بدخول البلاد بصورة غير قانونية وكانت بيونج جانجا قد أعلنت أن جنديا أمريكيا عبر الحدود إلى أراضيها على نحو غير قانوني في الثامن عشر من تموز يوليو الماضي أثناء قيامه بجولة في المنطقة الأمنية المشتركة على الحدود بين الكورياتين أوصل الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش بضرورة استخدام القوة الضاربة من قبل قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح العصبات في هيتي وأنشرت رويترز مضمون التقرير الذي أعده جوتيريش حول الخيارات المتاحة لمعالجة هذه القضية ومن جملة ما يطرحه الأمين العام للأمم المتحدة توفير العتاد العسكري لقوة متعددة الجنسية وشرطة هيتي أو تعزيز البعثة السياسية التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في البلاد سينما البحر مبادرة اجتماعية ثقافية فنية تسعى لتقديم عروض سينمائية على شاطئ بحر غزة وتعرض أفلاما متنوعة على شاشة عملاقة ما بعضها يعبر عن قضايا الفلسطينيين بغرض تعزيز دور السينما في المجتمع تغيب السينما عن غزة نتيجة عوامل متعددة فتحضر مبادرات اجتماعية ثقافية كمبادرة سينما البحر التي يسعى القائمون عليها إلى تعزيز دور السينما في خدمة قضايا المجتمع نحن في غزة فيور العرض مغلقة لظروف اقتصادية وسياسية لكن في شيء اسمه سينما مفتوحة بإمكانيات بسيطة بشاشة عرض بسيطة ممكن انت تعمل محاكاة لهذه السينما اللي تقدم عروض للناس اللي بغزة مبادرة سينما البحر هي محاولة منها لتفعيل نادي السينما طول الوقت بنفكر كيف ممكن ان احنا نقدم منتجات فنية من خلالها ممكن نتفاعل مع الناس جزء كبير من الافلام كان وثائقي بحكي عن شخصيات فلسطينية زي معين بسيسو بحكي عن مدن فلسطينية عن حيفا عن عكا لانه السينما هي اداءة مهمة في توصيل الافكار للناس احنا ما فعلنا السينما احنا بس بنشوفها يعني بالافلام بالتلفزيون هذي التجربة كتير حلوبة يعني بيستفدوا منها الاطفال وبستمتعون المبادرة هذي جميلة كتير يعني لانها بتعزز من ثقافة السينما للاطفال بعدين اطفالنا ما انت شايفهم فش بعرفوش ايش يعني السينما يعني السينما من عندنا من قديش من خمسة وعشرين سنة راحت السينما لكن الولاد هلقيتها تفاجأوا فيها كتير مبسوطين يعني بدل ما هم بيجوا كمان على البحر لقوا كمان اشي اجمل اهلا بكم اصدر الرئيس السوري وبشار الاسد منصوما تشرعيا ينص على زيادة الرواتب والاجور بنسبة مئة في المئة لكل العاملين في الدولة من موظفين مدنيين وعسكريين ويأتي القرار تزامن مع تحديد مصر في سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار للحوالات والصرافة بعشرة الاف وثلاثمائة ليرة للدولار الواحد وفي مقابل اليورو باحد عشر الف ومائتي وسبعة وثلاثين ليرة لليورو الواحد اعلنت وكالة بلومبرغ ان الصين اشترت اكبر كمية من النفط الايراني خلال عقد من الزمن بمعدل مليون ونصف مليون برميل يوميا وفقا لشركة كابلر للاحصاءات النفطية فقد اظهرت ان الواردات الصينية من النفط الايراني الخاضع للعقوبات وصلت الى اعلى مستوى لها خلال عشر سنوات حيث جعل ارتفاع الاسعار العالمية الخامة المخفض اكثر جاذبية ارتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة الى اعلى مستويات خلال عام بفعل زيادة الطلب وتعطل عدد من منشأة التكرير فضلا عن تراجع المخزونات الاسبوعية الى ما دون المتوسط الموسمي للأوامل الخمس الماضيع وبحسب توقعات محللي جولدمن ساكس فقد ارتفع متوسط سعر صفيحة البنزين في الولايات المتحدة بالنسبة 7% الى 3 دولارات و86 سنة مقارنة بما كان عليه قبل شهر فيما تجاوز سعر البنزين في ولايتي كاريفونيا وواشنطن مستوى 5 دولارات للجالون ارتفع معدل البطالة في بريطانيا ليبلغ 4% بفاصل 2 خلال الربع الثاني من العام مقارنة به في الاشهر الثلاثة السابقة في حين يتسارع رفع الاجور ما ينظر بتجديد بانك انجلترا سياساته مرتان جديدة وبحسب مكتب الاحصاء الوطني لبريطانيا عود ارتفاع معدل البطالة الى اعلى مستوى خلال عامين الى حاجة الناس الى وقت اطول للعثور على عمل فيما اعلنت وزارة المال البريطانية ان معدل البطالة في البلاد ما زال اقل مما هو عليه في كندا وفرنسا وايطاليا واسبانيا ومنطقة اليورو كاكل اظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا تراجع الطلب على الشحن الجوي في الاسواق العالمية في حزيران يونيو باكبر وطيرة على اساس سنوي منذ شباط فبراير من العام الماضي ومن بين العوامل الرئيسية التي تؤثر في حجم الطلب على الشحن الجوي تراجع التجارة العالمية بنسبة اثنين في المائة لفاصل اربعة في ايار مايو على اساس سنوي مع تراجع الطلب وتعاظم التحديات الاقتصادية ومع هذا الخبر وصلنا الى ختام الموجزة الاقتصادية العودة مجددا الى احمد شكرا لك خالد على كل هذه الاخبار مخطط سكة حديد تجارية يلتهم اراضي واسعة من قرية المقيبلة داخل الاراضي المحتلة عام 48 وقد حاز على مصدقة لجنة التخطيط الاسرائيلية واهالي القرية يصفونه بالكارثي عليهم هنا اما حميد زارت البلدة واستطلعت احوال اهلها كما كان عند لقائنا به قبل ثلاث سنوات اليوم ايضا يقول هذا المزارع الفلسطيني انه لن يسمح بمصادرة ارضه وذلك بعد اقرار لجنة التخطيط الاسرائيلية مشروع سكة قطار لنقل البضائع في بلدته لمقابله كنا بلقاءات مع المدلس الاقليمي اطلعوا اقع اسكنوا في بلاد ثاني طب وان دروح اسكني عم تقبلونا بجنير بالعفولة نفس الاشي كام وليقيا ما بدهمش ولا واحد عربي هناك وانا نروح هذا مش ترحيل يعني انت مش معطيني بارضي اتوسع بارضي تبدو المساحات شاسعة فلماذا تتراكم مباني هذه البلدة في دائرة محصورة ذلك لان الارض في الجهتين الشرقية والشمالية تخضعان لسيطرة الصندوق القومي اليهودي ومستوطنة اسرائيلية وفي الجنوبية فاصل امني مع شمال الضفة الغربية اما الجهة الغربية فستقطع اراضيها لسكة القطار بمساحة 1400 دنم بالنسبة ان هذا المخطط كارتي عظمى للبلد لانه يحد من تقدم البلد في المستقبل احنا لا نختلف عن باقي القرى العربية في عنا مشاكل في المسكن والاراضي لذلك لما هم احنا المنطقة الوحيدة الاكتر ممكن نتقدم فيها ويتوسع جنزير البلد لقدام هي المنطقة الغربية على هذه الطريق كانت تمر قديما سكة حديد الحجاز التي انشأتها الدولة العثمانية لتربط الاقطار العربية ببعضها فهل ستشهد دورة جديدة من الحياة؟ ولكن هذه المرة لشد روابط التطبيع العربي مع اسرائيل تروج الحكومات الاسرائيلية منذ سنوات المشروع كسكة سلام اقتصادي اقليمي لتكون حلقة وصل لنقل البضائع بين الاردن والخليج الى ميناء حيفا وبالعكس مرورا بالضفة الغربية عبر جنين في هذه المنطقة حيث سيضم المشروع مستودعات لتخزين البضائع ومحطة للركاب ومنطقة ينقل اليها حاجز الجلمة العسكري كل ذلك على حساب اهل هذه البلدة الصغيرة هنأم حميد لمقبل شمال جنين الميادين في الختام اليكم تذكيرا بابرز العنوين الازمة الداخلية الاسرائيلية تتسع كفاءة الجيش في عين العاصفة واعضاء في الكنيسة تقلقون على مستقبلهم السياسي باخيرة التنقيب عن النفط تصر الى منصة الحفر في المياه الاقليمية اللبنانية وتستعد لمباشرة اعمالها بعد اكتمال الاجراءة اللوجستية تشييع حاشد لشهدي الهجوم الارهابي على مرقد احمد بن موسى القاضم في شيراز وزارة دفاع النجرة تعلن مقتل سبعة عشر جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي والمجلس العسكري يبدأ استعداده لحل الازمة عبر الحوار الدفاعات الروسية تسقط مسيرات اوكرانية فوق اقليم كالوغا وبريطانيا تتحدث عن سعي موسكو لتطوير مسيرات هجومية شبيهة بمسيرات شاهد الايرانية المزيد من الاخبار والتقارير زور موقعنا على الانترنت الميادين دوتنات باللغات العربية والانجليزية والاسبانية شكرا للمتابعة والى اللقاء